حضرتكم أستاذ يسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم الفيديو الـ 32 من سلسلة شرح برنامج الماكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضرتكم كيفية نسخ التنسيق والإلغاء التنسيق من إعداد أستاذ يسر محمد نجيب دلوقتي انت تقدر بأنك تنسى الملف ولكن تقع منك بعض الحاجات فيه تنسيق الملف على سبيل المثال الملف اللي قدامنا ده احنا تعمدنا افساد تنسيقه باعتبار بأنك هتلاقي بأن الجزءiddه مظلل بالعريض الجزءده مظلل بالعريض الجزءده مظلل بالعريض بقية الجادة لا بالنسبة دي هتلاقي بأن دول مستخدمين تنسيقات مختلفة عن الباقي طيب علشان تنسخ تنسيق هتقدر بأنك تنسخ تنسيق من خلال إنك تدخل على هم وهتلاقي رمز الفرشة ده مجرد ما هتفعله هتلاحظ بان المؤشر بتاعك تحول شكله الى المنظر ده انا دلوقتي علشان اعمل نسخة التنسيق هيبقى مطلوب منك في البداية بانك تظلل المساحة اللي انت عايز انك تاخد التنسيق بتاعه انا مثلا هاوز اني اخد التنسيق بتاع الاجزاء ديت وبعد كده انسخها في الاجزاء اللي على الشمال مجرد ما ظللتها من خلال قيمة هوم هاخد رمز الفرشة هتأكد بانه مفاعل بعد كده هحدد الخلايا اللي انا عايزها تاخد التنسيق الجديد فاتلاحظ بانه هو عملها على طول بدل ما نأدخل واعمل عريض على كل واحدة منهم او اني احددهم وابدأ اغير في الخط فهو بياخد كل التنسيقات اللي انت عملتها في الخلايا دي طبعا نفس الكلام هينطبق هنا بانك لو انت اخدت ديت تقدر بانك تعمله نسخة التنسيق وبعد كده تلزق التنسيق بتاعك على السطر ده تقدر بانك تلزقه على اكتر من سطر على سبيل المثال انا هاخد هنا نسخة التنسيق وبعد كده هحدد الخلايا ديت فانت هنا في لصق التنسيق بتاعك ما انتاش ملزم باستخدام معين ده كده نسخة التنسيق في حالة بانك عايز توفر وقتك في تنسيق الملف وتقدر بانك تركز بشكل افضل في التعامل مع محتوى الملف طيب انا دلوقتي لو انا اعملت تنسيق ملف غلط يعني على سبيل المثال انا السطرين دول مش عايزهم يتنسقوا بالخط ده طيب هتعمل ايه تقدر بانك تاخد نسخة تنسيق من السطر التاني على سبيل المثال اللي انا هاخد اهو واعمله فهو هيطبقه من خلال ان انا اخدت نسخة تنسيق من السطر اللي هو منسق على الشكل القديم اللي انا كنت عايزه او تقدر بانك تظلل المحتوى بتاعك اللي انت عايز تلغي التنسيق بتاعه بعد كده من قيمة هم هتلاقي الرمز ده حرف ايه وجنبه هتضغط عليها هتلاقي لغى كل التنسيقات اللي انت عملتها عليها من بداية من العمل على برنامج الورد طبعا احذر اثناء استخدامك للادا ديت بقى ان الادا ديت هتلغي كل التنسيقات اللي موجودة من ساعة ما انت مشتغلت على برنامج الورد فهترجع التنسيقات ديت وكأن ملف الورد ده لسه مفتوح حاليا على سبيل المثال لاحظ بقى ان الهوامش بتاعته بتبدأ من الشمال اليمين في حين بقى ان هوامش ملفت كاملا بتبدأ من اليمين للشمال يبقى انا هنا ملزم بقى اني اعمل لك كنترول شيفت يمين عشان يبدأ يظهر لي على اليمين دايما بنصح باستخدام اداة الغاء التنسيق ديت في اضيق الحدود خد التنسيق بتاع العبارة اللي انت منسقها بالشكل اللي انت عايزه وبعد كده انسق التنسيق بتاعها ولسقها ده هيكون افضل لك من الغاء التنسيق دايما انا انصح باقتصار على استخدام الاداة بتاعة الغاء تنسيق الملف على انك تكون اجريت عدة امور على الكلمة او المقطع اللي انت عايز تعدل فيه على سبيل المثال لو انت عدلت الخط لو انت عدلت المقاس بتاع الخط الكتابة العريضة الكتابة الميلة الكتابة المسطرة حطيت لون حطيت خلفية حطيت تعديلات مختلفة حطيت تعديلات في الباراجراف بتاعها يبقى ساعتها انا هدخل اعدل في عدة امور فلا افضل لك ساعتها بانك تستخدم الغاء التنسيق بالنسبة لي ده التفضيل اللي انا اقترحه على حضراتكم ولكن في النهاية الامر متروك لحضراتكم بكده نكون خلصنا الفيديو ده بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميعكم للتوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في اشتركوا في القناة